ياه أنا طول عمري نفسي يبقى عندي طفل صغير ونفسي أبقى أم فاكرة لما كنت بتتمني أن يبقى عندك طفل وتبقي أم أهو ابن الكبر أهو بقى جميل أو الحمد لله ربنا يخلهولي يا رب طيب أنا هستأذنك أن أنا هقده علشان أفسحه في المية شوية يلا يا حبيبي انزل العب في المية شوية وأنا وقفة هنا مستنياك إزيك يا سمو الملكة؟ معلش حقك علي الصلصة وقت على الفستاب نتاعك أنا هستنى هنا وإنتي ممكن تروح تنظفيه ماشي استنى طيب وخلي بالك من ابني لو عحد ياخده ماشي مفيش مشكلة دفعني هعملي دلوقتي لازم أنفذ خطتي قبل ما الملكة تيجي لازم أخد ابنها وامشي يلا يا حبيبي تعال معي علشان هواديك مكان حلو قوي وهتستمدع هناك يلا بينا نمشي بسرعة من هنا ابني 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 راح فين؟ أنا مش لقياه أنا مش لقيا ابني ابني راح فين؟ يا ترى إيه اللي حصل؟ أنا لازم أحكي للملك بسرعة روحنا هنا فين يا عمو؟ أنا مش عارف هو أنت جبتنا فين؟ إحنا هنا فين؟ أنا عايزة روح البيت عند ماما وعند بابا لأ أنت هتخليك معي هنا وما تجيبش سريتهم تاني ولو عملت أي حاجة أنا هتروحك أنت هتعيش معي هنا شفت يا سمو الملك اللي حصل زوجتك الملكة ثابت ابنك للوحوش والوحوش كلته وهم عند المية أنت إزاي تقول كده؟ إزاي يحصل كده يعني؟ وإيه اللي حصل بالزبط؟ يا سمو الملك ابني ابني مش لقياه مش عارف هو راح فين؟ أنت بتجدبي أنت كدابة أنت رميتي ابنك للوحوش والدم هو على فستانك زي ما الطباخ قال لأ لأ ما حصلش ما حصلش أنا رجعت وملقتهوش يا حارس يا حارس خد زوجتي إلى البرغ واحبسها هناك ما تخلاش تخرج خالص يلا قدامي قدامي ياه انت كبرته بقت أمير جميل بقت أمير زي الأمر أيوة يا عمو أنا بقيت جميل زي ما أنت كنت عايزني وأي حاجة أنا بتمنها بتتحقق أنا عاوزك تتمنى أن أنت يبقى عندك أصر كبير وتبقى أنت الأمير وأنا الوزير بتاعك أتمنى يبقى عندي أصر كبير وعاوزك كمان تتمنى أن أنت يبقى عندك عروسة أميرة جميلة أتمنى أن أنا يبقى عندي عروسة أميرة وجميلة يسموه الأميرة أنا جات لي خطة جميلة جدا هتعجبك أكيد أن احنا نقتل الأمير أن أنت تقتل الأمير ونعيش أنا وأنت في القصر والقصر ده كله يبقى بتاعنا لا طبعا أنت إزاي عايزني أقتل زوجي وإزاي أصلا فكرت في الفكرة دي أنا بحب الأمير وأنا مش هقتله أبدا أنت ليه بتفكر كده هو أنا مين بالزبط وأنت ليه أصلا عاوز تقتلني أنا سمعتك وأنت بتكلم الأميرة أنت ليه عاوز تقتلني قولي الحقيقة يا إما هحبسك وهتشوف إيه اللي هيحصل لك خلاص خلاص أنا هقولي الحقيقة الحقيقة أن أنا خطفتك وأنت صغير من مامتك الملكة وخدتك وربيتك علشان أنت أي أمنيها بتتمنيها بتتحق وأنا كنت عاوزك علشان تتمنالي كل اللي أنا عاوزه بقى كده يعني هو ده اللي أنت كنت عايزني عشانه وخدتني كل ده علشان كده خلاص أنا أتمنى أن أنت تبقى كلب وما تكلش للفح شكرا جدا ليك يا زوجتي أنا متشكر جدا ليك أنك ما سمعتش كلام الطباخ وأن أنت حفزتي علي وأنا كمان بحبك زي ما أنت بتحبيني بس أنا لازم أروح علشان أشوف أمي وأشوف أبوي ومش هينفع أن أنا أخذك معي كده فأنا ممكن أحولك لوردة لحد ما حل المشكلة دي وبعد أنت رجعي تاني أتمنى أن أنت تتحولي لوردة أنا عرفت أن أمي موجودة في البرج ده الناس هنا في المدينة قالولي أن الملك بابايا حبسها في البرج علشان أنا اتخطفت وأنا صغير فأنا هروح علشان أنكز أمي هو أنت مين وأنت ليه تلعت أصلا أنقصتني أنا ابنك يا أمي أنا ابنك الصغير اللي اتخطف منك وأنا صغير أنا بحبك قوي يا أمي وحقك علي أنك قعدت كتير قوي في البرج ده وانت لوحدك ابني ابني حبيبي ابني حبيبي وحشتني قوي يا ابني أنا بحبك قوي يلا بينا عشان نروح للملك عشان نقوله الحقيقة يا سمو الملك ممكن تقبلني أن أنا أتعش معاك النهاردة أنا الأمير أهلا أهلا بيك فرصة كويسة جدا أن أنت تتعش معانا يا لو كانت الملكة معانا دلوقتي كان اللي احتفالها يبقى حلو جدا ما اتجب ليه سرتها هي رمت ابني للوحش وخلت الوحش ياكله لا يا سيدي الملك يا مرمتش ابنك للوحش أنا ابنك أنا ابنك اللي كنت صغير ودلوقتي هبين لك الحقيقة كلها أتمنى أن الكلب يتحول إلى طباخ أيوة يا سيادة الملك أنا اللي خطفت ابنك وهو صغير خطفته علشان هو كان كل ما يتمنى حاجة كانت بتتحقق فأنا أخذته علشان هو يتمنى حاجات أنا عاوزها ويتتحقق علشان أنا عاوز حاجات كتير قوي مبتحصلش فكت ورده عشان يتمنى لي وحقق علي يا سيادة الملك خده خده يا حارس خده حطه في السجن وأهلا بك يا ابني إنك لجعت لي تاني الحمد لله إنك لجعت لي تاني الحمد لله إن ابننا رجع لنا تاني وما تزعلش مني يا ملك إني أنا حبستك لإني أنا سمعت كلامة طباخ وفكرت إن انت رميت ابننا للوحش لأ مفيش مشكلة أهم حاجة إن ابني رجع بالسلامة الحمد لله وأنا كمان بحبكوا قوي أنت أبويا وهي أمي وأنا بحبكوا قوي ودي زوجتي الأميرة اللي كانت معايا طول الوقت بس كانت وردة أتمنى إن انت تتحولي الأميرة